استكملاً للكلام عن ملف التحكيم هستعرض فيديو وكلام قلناه من حوالي 6 شهور بس يا ريت وانت بتسمعه او كل مشاهدين او هما بيتفرجوا عليه احنا الحمد لله يعني لا فيه سحر ولا شعوازة ولا بنقرأ طالع ولا عندنا حاجة اسمها قراءة الفنجان ولا كلام ده خالص لأ عندنا معلومة بندرسها بنشتغل عليها والحمد لله الايام بتعدي وبيثبت دايماً صحة المعلومة اللي احنا قلناه فيديو في حلقة 22-8 تعالوا شوفوا معنا احنا قلنا ايه على التحكيم المصري والحكام اللي راحين كسوا الامم محتاجين ايه ورشحوا مين ودعموا مين لانها يحصل في يناير وفبراير كذا وكذا وكذا تعالوا نسمع ونشوف لان انا هرجع مش هتكلم بقى على لقطة واحتفال وتكريم والجو اللي انا شايفه في السوشيال ميديا وفي البرامج انا شايف ده بصراحة يؤثر على التحكيم بالسلم لكن تعالوا نسمع الكلام اللي جاي ده خبر جديد قبل كأس العالم بسنتين نتابع في معسكر للحكام المرشحين لقيمة كأس الامم الافريقية في شهر عشر اللي جاي يعني بعد اعلان القيمة الدولية او بعد ارسال القيمة الدولية بشهر لو اسم محمد عادل مش موجود في القيمة الدولية هتلاقي الاتحاد الافريقي بيتدخل للمرة التانية واتدخل السنة اللي فاتت لمحمود عشور والسنة ده هيتدخل تاني لمحمد عادل ليه؟ لأن محمد عادل من ضمن حكام النخبة اللي الاتحاد الافريقي ودي معلومة انا بقولها لحضراتكم عايز يستفيد به في كأس الامم الافريقية في الكودفوار في يناير وفبراير ففيه لستة مبدئية هيتم اعلانها لمعسكرة هيتنظم في القاهرة في شهر عشر محمد عادل ضمن أبرز الحكام المصريين هو ومين؟ محمد عادل محمود عشور أمين عمر محمد معروف عمر الشناو دول خمس حكام مرشحين عشان يكونوا موجودين في اللستة المبدئية للحكام المرشحة لكأس الامم الافريقية اللستة النهية هتبقى بعدها بشهر شهر 11 ولكن لو بعدت القائمة الدولية بدون اسم حد من دول هتبقى عندك مشكلة خاصة الخبرة زي عادل وزي عشور زي عادل وزي عشور من اللي كان موجود في الفاينال محمود عشور محمد عادل خد ايه؟ خد ثلاث مباريات في كأس الامم الافريقية منهم مباراة مش عايز اقول لكم رد فعلي الاتحاد الافريقي على ادارة عادل هذا المباراة كان عامل ازاي؟ مباراة الكودفور ومالي مباراة الكودفور ومالي مين اللي عادر مباراة الفتاح؟ أمينو عمر اللي كان موقوف في مصر شهرين مين اللي كان عايطلع الاتنين من القائمة الدولية؟ لجنة الحكام هتطلع مين؟ معروف؟ او هتطلع سوريا هتطلع عادل وهتطلع عشور شوف احنا كنا بتكلم من شهر تمانية هيحصل ايه؟ في شهر يناير وكلامنا اتحقق وشوفتوه في كاس الأمم مين اللي تم الاعتماد عليهم في ادارة مباراة كاس الأمم على النهاردة سهل جدا اجيب حكة مع التليفون وهنيه وبريكله واعمل لقطة وصورة في توقيت انا شايف ناس كتيرة كانت سايبة الحكام محدش كان بيدعمها زي ما احنا قلنا قدامكوا على الشاشة ايه اللي هيحصل بعد ست شوار؟ طب دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هنكمل دعمنا ازاي؟ نداء الى لجمة الحكام والاتحاد الكرة ووزير الرياضة اللي هيستقبل الحكام عندك حكمين في كاس الأمم موجودين في كاس العالم امين عمر ومحمد معروف وعندك حكمين ودي المفاجأة مرشحين في الفار في كاس العالم مين؟ محمد عادل ومحمود عشور قبل سنتين بس بشرط لازم تدي شارة الفار للأربع حكام في لستة القيمة الدولية في عشرين خمسة وعشرين ده لو ما حصلش الاربع دول اللي راحين كاس عالم عشرين ستة وعشرين لو لقيت منهم واحد يبقى لكم الكلام من بدري بقول المعلومة ودي معلومة مفاجأة للجنة الحكام والاتحاد الكورة والوزارة الرياضة الاربع حكام دول لازم يغطو جارة الفار مع شارة الملعب في القيمة الدولية عشرين خمسة وعشرين لان في منهم اتنين عالفار واثنين في الملعب راحين معسكر في السعودية يوم ستة وعشرين فبراير للأسف وقت الحلقة جير بسرعة كان لسه عندنا آخر أخبار التريند والمشاركات لكن للأسف يعني كم المعلومات والأخبار اللي كانت عندنا النهاردة كانت الأهم عشان نعلنها لكل السادة المشاهدين